مستقبل العراق في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية عنوان ندوة عقدها في مدينة اسطنبول مركز الجزيرة للدراسات بالتعاون مع مركز سيتا وبمشاركة عدد من الباحثين المختصين بالشأن العراقي الندوة سلطت الضوء على واقع العراق الحالي طبيعة الحال القصة العراقية كانت حاضرة على الدوام في المخيال العالمي والإقليمي بشكل خاص منذ عام 2003 وما زالت هذه حاضرة حتى الآن هذه الندوة محاولة لاستعادة النظر بالقضية العراقية من خلال هذه المتغيرات العملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي استغرقت المحور الأول من الندوة حيث أكد الباحثون أن النظام السياسي بني على أساس التطييف وتقسيم الشعب إلى منتصر ومهزوم وتشويه الانتماء الوطني مستبعدين إمكانية تطوير سياسة وطنية عابرة للمذاهب والإثنيات من النظام الحالي والحزاب المشكلة أو المكونة لها مبنية على أساس مذهبي طائفي أنا أني التوجه بعيد عن حاجة المجتمع الشيء الثالث هو أن الوضع العام للشعب العراقي فقد كثير من مفهوم الوطنية ودلل عملية جمعية بالاتجاه الإيجابي لنهضة الدولة هذا الثلاثية تدخل بشأن كبير في تشويه العملية السياسية وبالتالي الأفق الذي ننتظره من العملية السياسية مشوه كذلك لهذه النتائج القنوات السياسية تغذيها وتقويها أذرع عسكرية من ميليشيات ومجامع مسلحة رعتها إيران وغضت أمريكا النظر عنها فأصبحت القوة الضاربة التي تهدد حركة التيار السياسي تبعا لإرادة نظام خامنئي الوضع الأمني في العراق يواجه تحديات عصيبة وكبيرة جدا خصوصا بعد أن هيمنت الميليشيات على القرار الأمني والقرار العسكري والقرار السياسي هذه الميليشيات لديها طموح سياسي بعد أن سيطرت وهيمنت على الملف الأمني توجهت إلى السياسة واستطاعت أن تحصل على مقاعد مكنتها الآن من تشكيل حكومة الواقع الاقتصادي والخدمي وقضية إعمار المدن المدمرة محاور تناولها الجزء الثاني من الندوة حيث شرح الباحثون واقع البنى الزراعية والصناعية في ظل منظومة الفساد وغياب التكنقراط محذرين من كارثة اقتصادية ومجاعة مقبلة تهدد الشعب العراقي في حال استمرار أزمات الزراعة والمياه الوضع الاقتصادي عموما في العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا يشكل كارثة حقيقية كارثة حقيقية بسبب ارتفاع معدلات البطالة التي قد تصل في بعض الأحيان أو بعض المدن إلى 40% أيضا ظاهرة الفقر المتقع التي تصل أيضا إلى 40% العراق وسط التجاذبات الإقليمية والدولية وصراع النفوذ بين أمريكا وإيران كان المحور الختامي للندوة حيث أكد الباحثون ارتهان قرار العراق السياسي لواشنطن وطهران وتل أبيب وشددوا على ضرورة تفعيل الدور العربي لإنقاذ العراق من أزماته الحالية مستقبل العراق المستقر سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا متعلق بضرورة تغيير المنظومة السياسية الحاكمة ومع ذلك تبقى مجرد حلول ترقيئية هذا ما أجمع عليه الباحثون في هذه الندوة لقناة الرافدين الفضائية فاروق شريف اسطنبول شكرا